السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي هدنا ان شاء الله نقدموح الحلقة خاصة بالتهاب العرقوب هو في حقيقة دوا في المنطقة دينا كيستعملوه بزاف و بغيت نشارككم اياه هو دوا بسيط سهل كما كتعرفوا ارتهاب العرقوب كيجي من التقل يعني اللي كان الارنب يعني سمين بزاف ممكن انه يجي ارتهاب العرقوب ارتهاب العرقوب وهو واحد جروح كتجي على مسألة ما عنديش هاد الحالة ولكن حاولت انني غادي نفسر لكم كيفاش تتعاملوا مع ارتهاب العرقوب ارتهاب العرقوب بالدرجة كي تقولوا واحد الارنب معرقب وهو الارجل الخلفية ديالو كيكونوا يعني فيهم واحد جروح كيتنتق منهم يعني الشعر ديالهم وكيولدك الجروح بارز باين اذا هاد الجروح بالنسبة الانثى ما كتكونش مزيانة لانها ما كتقش مراقبة الصغار ديالها ما كتولدش مزيان كتكون ديما فيها الحرارة الحرارة يعني في الجسم ديالها بالنسبة للدكار ما كيبقاش يلقح لانه الادكار كيبقى يطلع فوق الانثى من كيبغي يطلع ويقوم بالعملية التزاوج ديالو انه كي كيدروا هادوك الجروح اللي عندو في الارجل الخلفية ديالو وبالتالي انه ما كيلقاش اذا يعني الناس اللي بغوا الدواء معروفة بلو دو ميتيلان وحد رشاشة زرقاء الناس اللي ما عندوش امكانيات انه ديما كان هضر فات المشاريع ديالي مع الناس الفقاراء اللي ما عندوش اللي بغين يطلعو هاد الارانيب ديالهم يعني بوحد طريقة يعني بسيطة ويربحوا منهم اللي ما لا اذا كين الناس اللي غادي بقوا يديرو يعني غل يعني نقولو مثلا ديما دات مثلا غادي يشد هاداك الجروح ويدلوا واحد فاصمة مثلا ويخلي هاداك الجروح تيبرع لخاطر هاد القادية هي كين ولكن الناس كيف اسمه يستعملو هناك يستعملو فازلين هانتوما فازلين فازلين العادية اللي كدير في الرجلين ولا كدير فيوردين إما ديال الحماد ولا ديال الوردغا ارتدي انا كينين بازافة الانواع المهم انه اسمه يدير هاد الفازلين هادا هادا المزه هادا الجروح هل بك Disturbان متز بوحد ليونة انتوما شوف كيفاش داينا، كتخلي واحدري وح piece ديالجل في الجلد هادي كيهنايا كيدهنو بها كيدهنو بها يعني الارجل يعني البلاسة ديال البلاسة فين كين الجرح اسمو كيوقع ان هادك الجرح اولا كيولي ليين ما كيقصح وكيبقيت جرح ديما ثانيا انه كيولي بعيد عن الهواء ان الهواء وكذلك الجراتيم تقولوا لي انتم لا ممكنش تكون بعيد عن الجراتيم ولكن كيولي ليين ليين كونوا متأكدين ان الهواء والبرد ممكن انه يكون يعني القفص ملوت هاد فاظلين هادي مني كتديرها له هادك الجرح هادك الجرح بحالي نقولو كيتصد مني كيتصد الجرح كونوا متأكدين ان مع المدة كيولي هادك الجرح كيتكون واحد طبقة ساميكة فوق منو انه واحد سيد جرب هاد القضية هادي انا ما جربتهاش ولكن بغيت نشاركه بلان هاد العبو هادي كتدير خمسة درهم ممكن انكم تديرو مننا غيش ويرا عامرة كلها شوفوا شوف الحجم ديلي يدي يرا عامرة باكمالها ممكن انكم تشريوها وقد استعملوها لكم انتم وفي نفس الوقت تديروها للجرح ديال اللي كيجيو على مستوى الارجل ديال الارانيو كونوا متأكدين انه مع المدة كتديروها لغيش مرة التالتة بيوم التالت كتحسو بذيك الجرح بدك يلتائم يعني هادي مجربة مديرينها كيحاضرين هنا كيقولوا تليين يعني الجلد يعني هما ديرينها الرجلين ديرينها ولكن الناس كيديروها حتى الجرح ديال الارانيو ديال التهاب العرقو اذا هادي حلقة يعني اي حاجة كنشوف الناس كيديروها يعني العيال اللي ممكن انها كتكون متاحة كنوريها لكم هادي فازلين كديروها التعاب الالتهاب العرقوب لها صالحة مئة بالمئة رخيصة في الثامن ممكن انكم تستعملوها لكم والان نبدي لكم اذا دير حلقة ديالنا هادي نهار كنشكركم على التعاليق طيبة ديركم الناس مازال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيووا على زير جيم باش تستندونا وتكيووا على زير الجرس كي يصلكم الجديد ديري ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله